تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنية من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الخمسين اليبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم المخلصين منتسبي قوة دفاع البحرين أسماء آيات التهاني وأجمل التبركات مقرونة بأصدق أمنيات الخير بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين اليبيل الذهبي الذي يصادف الخامسة من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين إن رجالكم المخلصين في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون في هذه المناسبة المجيدة لا يعهدون سموكم حفظكم الله بأن يظلوا دائما الجند الأوفياء الموفين بالوعد الساهلين على أمن والسقلال وسيادة هذا الوطن العزيزة وفق النهج النيري الحكيم والتوجهات السديدة النيرة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه سائلنا الله تعالى أن يعيد على سموكم الكريم بهذه المناسبة العزيزة سنين عديدة وأعواما مديدة وأنتم يا صاحب السمو تنعمون بمنفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز بالخير والأمن والاستقرار ودمتم يا صاحب السمو في رعاية الله سالمين موفقين المشير ركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد الخليفة هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي المشير ركن القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها صاحب المعالي الأخ العزيز المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقية مع عليكم المهنئة لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين اليبيل الذهبي الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين ويطيب لي أن أبادلكم وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين أخلص التهاني وأصدق التبركات شاكرا ومقدرا لكم جهودكم والرعيل الأول إسهاماتكم الجليلة في عملية تأسيس وتطوير قوة دفاع البحرين وجميع منتسبيها المخلصين الذين قدموا أروع الأمثلة في الأخلاص والولاء والتضحية والفداء داعينا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء والعزة والزهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء